هذه الخيام هي محاكم مؤقتة أقامتها السلطات الأمريكية في لاريدو وبرانسفيل على الحدود مع المكسيك من أجل تسريع إجراءات دخول طالب اللجوء الذين يعبرون تلك الحدود إلى الولايات المتحدة والمحاكم المقامة في خيام وتفتح قريبا في لاريدو مزاودة بأجهزة لعقد مؤتمرات بالفيديو بحيث يمكن للقضاء غير الموجودين على الحدود نظر قضايا طالب اللجوء عن بعد ولاجأت السلطات الأمريكية لهذا الحل بعد ارتفاع أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في الوقت الذي يحتاج فيه عدد محدود من المحاكم على الحدود إلى ترتيبات لوجستية وقانونية معقدة وتشير تقديرات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى أنه جرى إرسال نحو 42 ألف مهاجر إلى المكسيك للانتظار هناك حتى أوائل سبتمبر أيلول لحين البت في طلبات لجوئهم ويوضح مهاجرون ومنه الكوبي كيني كاريرا أن الانتظار في أماكن اللجوء بالمكسيك ينطوي على مخاطرة بالنسبة لهم ولأسرهم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة